تبولتنا اليوم غير مفيدة ومنعشة وكمان غنية وكلها ألوان بتجنن ولتبول بنكهة مميزة رح أشوي الشمندر بالفرن حتى أحافظ عقيمته الغذائية رح يطلع معي مكرمال ريحته بجد بتشاهي وهلأ ننتقل لللمس الثانية رح أنقع البرغل الناعم بمية سخنة وزيت الزيتون وعصير الليمون رح أتركه حتى أحضر باقي المكونات وهلأ يجي وقت نحضر التبولة بنزل بالخضار المفرومة عند البقدونس والبصل والنعنى بالإضافة إلى البندوريا والشمندر المفروم ناعم ومنخلط المكونات سوا وباقي اللمسات بسيطة والتبولة بتكون عندنا جاهزة رح أنزل بالبرغل اللي حضرناه أول شيء وآخر شيء بنزل بدبس الرمان مع زيت الزيتون وعصير الليمون وقت التقديم والوصفة جاهزة ضرورة تجربوها ولا تنسوا اللمسات النهائية على زائقكم وصحة وعافية على قلوبكم